بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد في مادة اللغة العربية مكون تركيب مصدر الفعل الثلاثي ومصدر الفعل غير الثلاثي إذن من خلال هذا الدرس سنحاول أن نكتشف معا كيفية صياغة المصادر من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي بداية مع الأمثلة التالية لاحظ أمثلة العمود الأول زرع الفلاح الحقل يصرخ الصبي نزل العصفور في العمود الثاني المرافق لزرع الفلاح الحقل زراعة الحقل يصرخ الصبي صراخ الصبي نزل العصفور نزول العصفور نلاحظ أعزائي التلاميذ أن في العمود الأول الجمل تتضمن أفعالا زرع يصرخ نزل وزراعة الحقل هذه أسماء صراخ اسم نزول اسم وما نلاحظه أيضا أعزائي التلاميذ هو أن كلمة زراعة هي اسم مشتق من الفعل الثلاثي زرع مشتق بمعنى أنه مأخوذ من الحروف الأصلية للفعل صراخ كذلك هو اسم مشتق من هذا الفعل في المضارع يصرخ ثم نزول هو أيضا مصدر أو اسم مشتق من الفعل نزل نسمي إذن هذه الأسماء التي تمت صياغتها في العمود الثاني بالمصادر إذن فكيف يعرف المصدر؟ وما الفرق بينه وبين الفعل؟ لاحظوا أعزائي التلاميذ إذا حاولنا أن نجيب على الأسئلة الثالية ماذا فعل الفلاح؟ فالفلاح قام بزراعة الحقل ماذا يفعل الصبي؟ يقوم الصبي بالصراخ ماذا فعل العصفور؟ قام العصفور بالنزول إذن فهذه الكلمات هنا بلون أحمر زراعة وصراخ ونزول هي أفعال هي أحداث قام بها الفلاح والصبي والعصفور هنا بالنسبة للصبي فهو يصرخ متى الآن في المضارع أما الفلاح فقد قام بزراعة الحقل في الماضي أو لا نعرف في الأمس إلى غير ذلك نستنتج إذن أن المصدر اسم مشتق من الفعل مشتق بمعنى مأخوذ نقول مثلا مشتقات الحليب الزبداء إلى غير ذلك فهي تشتق بمعنى أن أصلها حليب هنا أصل هذه الكلمة المصدر أصله الفعل ذلك نقول أنه اسم مشتق ومن المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك من المشتقات قلنا إذن أن المصدر هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على حدث للدلالة على حدث أو فعل مثلا زراعة، صراخ، نزول هذه أحداث، هذه أفعال لكن ما الفرق بين هذه الأسماء والفعل فهي مجردة عن الزمان فعندما نقول زرع الفلاح فهو في الماضي قد يكون بالأمس أو السنة الماضية لكن زراعة الحقل مجردة عن الزمان ومجردة أيضا عن المكان فهي لا تدلنا على زمان أو مكان لذلك نقول أنه مجرد عن الزمان والمكان فهو اسم ليس فعلا فهو اسم مشتق من الفعل إذن هذا بالنسبة لي تعريف المصدر لكن الآن لاحظنا بأن هذه المصادر تختف في صياغتها هل هناك قاعدة لصياغة هذه الأفعال؟ في الدول الثالي بعض الأفعال الثلاثية ومصادرها وأوزنها الفعل الثلاثي مثلا زرع مصدره زراعة على وزن فعالة ويصرخ مصدره طراخ وزنه فعال نزل مصدره نزول على وزن فعول حرث مصدره حرث على وزن فعال وخفق خفقان على وزن فعالان إذن كما تلاحظون أعزائي التلاميذ هذه أفعال مثل زرع ونزل وحرث هي أفعال لها نفس الوزن لكن إذا تأملنا وزن المصدر بالنسبة لها فحرث تعطينا فعل حرث ونزل يعطينا نزول على وزن فعول وزرع زراعة على وزن فعالة إذن هل هناك قاعدة لصياغة هذه الأوزان؟ إذن مصادر الأفعال تلاتي أعزائي التلاميذ هي سماعية فهي غير قياسية بمعنى لا تحكمها قاعدة عامة ويغلب على صياغتها السماع كما ورد عن العربي لكن فيما يلي بعض الضوابط التي قد تساعد في صياغة هذه المصادر فإذا تأملنا أعزائي التلاميذ مثلا زرع فهي حرفة وأغلب الأفعال الثلاثية الدالة على حرفة يكون مصدرها على وزن فعالة مثل تجرع تجارة فلح فلاحة وزرع زراعة ونقول أيضا نجر نجارة وأغلب الأفعال الدالة على مرض يكون مصدرها على وزن فعال مثل هزل هزالا وسعل سعالا وصدع صداعا ثم أيضا أغلب الأفعال الدالة على الحركة مصدرها على وزن فعول فعندما نقول أعزائي التلاميذ أغلبها لشت كلها يعني أغلبها قدم قدوما صاعد صعودا ونزل نزول ثم أغلب الأفعال الثلاثية المتعدية مصدرها على وزن فعل مثل أخذ أخذ فتح فتحا حمد حمدا ورسم رسما لن كانت هذه بعض الضوابط التي قد تساعدنا في صياغة هذه المصادر الثلاثية الآن بخصوص الأفعال غير الثلاثية لاحظوا معي الأفعال أو الجمل في العمود الأول فهي بالأفعال قدم الأب هدية أخرجت تلميذ أدواته سيطر العدو على الأرض إن هزم الفريق اجتمع الأطباء تقابل الصديقان استثمر مهارته الجمل باستعمال المصادر تكون هي تقديم هدية فقدم يعني قام بتقديم وأخرج قام بإخراج وسيطر نقول قام بالسيطرة إن هزم قام بالإنهزام اجتمع قام بالاجتماع تقابل قام بالتقابل واستثمر قام بالاستثمار فهي أيضاً الكلمات المكتوبة بالأحمر أو الأسماء المكتوبة بالأحمر هي تدل على حدث معين وهو أيضاً مجرد عن الزمان والمكان بالنسبة للأفعال غير الثلاثية فهي لها قياس فنقول مثلاً قدم على وزن فعالة يكون المصدر تقديم على وزن تفعيل أعطينا مثلاً على نفس الوزن على وزن فعالة مثلاً سلم نقول تسليم على وزن تفعيل أخرج على وزن أفعال تعطينا إخراج سيطرة على وزن فعلة تعطينا سيطرة فعلة إنهزم إنهزام على وزن فعال اجتمع اجتماع افتعال تقابل تقابل تفاعل استثمار استفعال إذن أعزاء التلاميذ بالنسبة لهذه الأوزان فهي قياسية يمكن أن يتبع في صياغتها قواعد معينة فكل ما جاء على وزن فعلة يكون تفعيل وما جاء على وزن أفعال يكون الإفعال وما جاء على وزن فعلة يكون على وزن فعلة المصدر إلى غير ذلك من المصادر إلى هنا ينتهي درسنا أعزاء التلاميذ إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله